استهجان واستنكار وتنديد هذا ما أجمعت عليه الأواسط الشعبية في البلاد بعدما انقادت ثلة ممن حرض على قتل الليبيين للاستنجاد بالسيسي لإنقاذ ما تبقى من بقايا المشروع الانقلابي الذي يقوده مجرم الحرب حفتر فبعد أن توالت هزائمهم امتباعا ها هم اليوم يطالبون من الانقلابي المصري الذي تراجع عن خطوطه الحمراء التي رسمها داخل ليبيا بل انقلبت الخطوط الحمراء إلى حمامات تدعو للسلام كما الدعا ما أشبه اليوم بالأمس فمثل هذه الطلبات برر بها عبد الناصر إرسال جيشه إلى اليمن ليتم تدميره في واحدة من أشد الهزائم التاريخية للجيش المصري حيث بلغ عدد القتل ستة وعشرين ألف جندي ضعف الطالب والمطلوب هكذا كان رد مجالس الأعيان والحكماء لقبائل مصراتة وزليطن والخمس والتابو والمغاربة وورفلة وترهونة والزنتان وندذ مجلس حكماء ليبيا واستنكر التدخل السافر من السيسي في السيادة الليبية وطالب المجلس النائب العام الليبي بإصدار مذكرات اعتقال في كل من خان وباع تراب الوطن واستعان بالمرتزقة في قتل وتشريد الليبيين وحرض على ذلك اشتركوا في القناة